اهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في صدى اقلام جديد نرصد فيه ابرز ما كتبت الصحف ونبدأ من اهم العنوين على العربي الجديد سقوط صاروخ كاتيوشا بالقرب من مدنى السفر الامريكية في بغداد على المدى قتل امرأتين بالرصاص وسط بغداد والقاتل يبدو مطمئنا عربي واحد وعشرون برلمان العراق يرفض خطة حكومية لخفض رواتب موظفي الدولة على القدس نتنياغو لن نتخلى عن غرب نغر الاردن في اية تسوية في الشرق الاوسط اربعمائة وثلاثة عشر الف وفاة بكورونا في العالم على صحيفة العرب الحوثيون يحاربون لاخبار انتشار كورونا بدلا من محاربة الوباء الدستور الاردنية تغريم الرئيس الاوكراني وحاشيته على فرق قيود كورونا تحت عنوان اللعبة الصفرية في العراق يقول الكاتب مناضل الفياض العراق ضاع بين الفريق يليف والفريق باء العراق ضاع بهذا الصراع الاستراتيجي ما بين امريكا وايران لطالما كانت تسجل اهداف لايران على حساب امريكا والعكس صحيح ولا يحسب حساب لمصطحة العراق ومدى ربحه او خسرته مدى ربحه وخسرته هذه المباراة جريمة بحق العراق والعراقيين استغلها تجار الحروب والمرابون والفاسدون هذه المباراة الصفرية لا تخدم العراق ولا تخدم ايران وامريكا ايضا لانهما يستمران بمتاقة لا اول لها ولا اخر نطالع في المجتمعات السياسية التي تستند على منظومة الحقوق والحريات تكون الاحتجاجات والتظاهرات فرصة لتقييم النظام الديمقراطي القائم وبالتالي تعمل على تصحيفه هذه المفاهيم في مجتمعنا العراقي غير موجودة اذ ان النظام السياسي في العراق يجعل التظاهرات والاحتجاجات موضعا نجي له ويعمل على قمعها وهذا ناتج عن مفاهيم مغلوطة بالحكم الذي يسمي نفسه جزافا حكما ديمقراطيا وهذا يعني ان النظام القائم نظاما تعسفيا اذ ان القمع والعنف والاغتياب هي السمة السائدة وهذا لا ينسجم مع الروح الديمقراطية لذلك نحن نعيش بفوضة عارمة تجعل الاستقرار الامني من المستحيلات في ظل هذه الفوضة يأتي هذا الحوار الستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الامريكية هذا الحوار هو احياء لاتفاقية الاطار الستراتيجي التي تم الاتفاق عليها في عام 2008 وهي اتفاقية شاملة عسكرية وامنية وثقافية وتعليمية وصحية وصناعية وزراعية الا انها وضعت على الرفوف وتراكمت عليها سياسات منفدتة وولاءات متعددة ما ادى لاهمالها وعدم العمل بها قبل ان نتطرق للحوار الستراتيجي علينا ان نتطرق للصراع الستراتيجي ما بين الولايات المتحدة الامريكية وجمهورية ايران الاسلامية الذي جعل العراق ساحة صراعا لنزباتهما مما انهك العراق وبدد ثرواته وقسم المجتمع الى فرق مذهبية وقومية وعلينا ان لا ننسى ان هذا الصراع فتح شهية دول اقليمية مثل تركيا وبعض دول الخديج لذلك نحن لا نحمل امريكا او ايران او اي دولة اقليمية اخرى فحسب بل نحمل هذه المسؤولية للحكومات المتعاقبة ايضا التي لم تحسن ادارة الدولة ولم تضع نصب عينها مصلحة العراق اولا واخرا ويضيف الفياض الحلو يكمن بان يكون العراق اللاعب الاول والاخير في ساحته وهو من يسجل الاهداف لصالح مواطنه لذلك انتهج اللعبة اللاصفرية هي من تخدم العراق لان الغالب فيها هو العراق ولا غالبة ولا مغلوبة للاطراف اللاعبة كيف يتم ذلك السيادة والارادة السياسية ذات الهوية الوطنية هما بداية شروع اللعبة اللاصفرية وان يكون العراق ركيزة للامن والسلام بدون استقرار العراق لن يتحقق السلام في المنطقة عن الخارجين من معطف سليماني يقول الكاتب عبداللطيف السعدون كما كان قاسم سليماني لا يستطيع الذهاب الى الظل فان تلاميذته الذين خرجوا من معطفه قيس الخزعلي وابو الاء الولائي واكرم الكعبي وشبل الزيدي واخرين غيرهم ممن يقودون اكثر من اربعين فصيلا لا يمكنهم ايضا الذهاب الى الظل والبقاء فيه وقد خططوا منذ البداية للعمل في السر والعلن على التماهي مع تجربة الحرس التوري الايراني والتطلعي لان يكون القوة العسكرية الفاعلة والمقتدرة والموازية للجيش النظامي ويضيف الكاتب وفي قراءته قرار الكاظمي اذ يشكك الدبلماسي الغربي العارف في امور العراق في امكانية ان تندمج تلك الميليشيات خصوصا الولائية في القوات النظامية ماذا يعني قرار رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي فك ارتباط ميليشيات الحجد الشعبي بالقوى والاحزاب السياسية والحقها بالقوات المسلحة النظامية والى اي مدى يمكن اعتبار القرار حلا لمشكلة كبيرة استعصد على الحل وهل سيقبل القرار قادة الميليشيات الولائية الخاضعة للحرس التوري الايراني والتي استشرت في سلطتها حتى شكلت دولة عميقة تقرر وتعتقل وتزجن وتحكم وتلفظ حتى احكام اعدام من دون ان يجر القضاء او رجال الحكومة الكبار على مواجهتها او ردعها يقول دبلماسي غربي عامل في العراق سنوات قبل الاحتلال وبعده واختبر الواقع السياسي والاجتماعي فيه ان ظاهرة تواغل الميليشيات في العراق اكثر تعقيدا مما يتصوره بعضهم او يراه الكاظمي فاغلب قيادات تلك الميليشيات خرجت من معطف قاسم سليماني رجل ايران القوي الذي اغتاله الامريكيون وتربت في احضان الحرس الثوري الايراني وبعضها تدرب في قم وطهران واكتسب مهارات القتل والقنص والعمل الاستخباري ومعظم هذه القيادات ان لم نقل كلها تدين بالولاء والطاعة لايران وهي تعتبر اصلا مرجعها المذهبي هو خامنئي ومن قبله الخميني وهذه العلاقة تفرض عليه الاستجابة لتوجهاته وتعليمات وليس لها الحق في مناقشتها اضف الى ذلك ان بعضها كان ضليعا في واقع اقتيال وتفجير ضد شخصيات واهداف عراقية وعربية زمن النظام السابق ويضيف الكاتب ان الميليشيات باندماجها بالقوات النظامية يمكن ان تشكل جزءا حيويا لاسباب كثيرة من بينها ان معظم افرادها يحمل في اعماقه هوا ايرانيا وقد يتحول الى ما يشبه مسمار جحا يمكن ان توظفه طهران في خدمة مآربها متى شاءت اذ يصبح في امكانه ان يقدم لها خدمة لوجستية عند الضرورة يقول الكاتب عباس العلي من المحتم ستكون هناك تغييرات كثيرة على مستوى المفاهيم والخطط والمناهج والوسائل وحتى بناء الروابط الاجتماعية داخل المجتمع ستظهر مثلا قيمة علاقات العمل وشروط الانتاج وعلاقتها بالزمن من جديد لن يعد مفهوم الانتاج الواسع والارتباط بالآلات والمكاعم حتى مكاتب العمل هي الصورة الابرز لواقع العمل ومظهره العام لم تعود عمليات الانتاج بعد كورونا تستلزم الحضورة التفصيلية للعامل والمنتج أمام وخلف الآلة وهذا ما يعني ضرورة البحث عن ما هو أبعد من شكل التواصل الإلكتروني الحالي كثيرا ما نسمع عبارة العالم ما بعد كورونا والوباء ليس هو عالم ما قبلها وليس ما كان صالحا وناجحا الآن ممكن أن يصمد في عالم الغد هذه الفكرة ليست أقوال تشاؤمية وليست اجتهادات سياسية وفكرية الهزة التي أحدثها الوباء لا تتعلق في الجانب الصحي وما رافق ذلك من أمور قد تبدو للبعض طارئة يمكن تجاوزها مع الحصار السبب ومن ثم العودة إلى حياتنا الطبيعية والاستمرار بالمنهج والرؤية الراهنة إنها البركان الذي زلزل عالمنا وأحدث فيه شروخا شديدة التأثير على الواقع الإنساني أولا ومدى قدرته على التلاؤم والانصياع بشكل أو بآخر للقوانين الطبيعية منها والحتميات التاريخية المرتبطة بالتحدي والاستجابة هنا نكشف عن هشاشة النظام العالمي الذي كثيرا ما تغنينا به واعتبرنا أننا وصلنا بشكل أو بآخر إلى النموذج الأكثر قدرة على تحدي البقاء بعض المفكرين والفلاسفة يقولون إن وباء كورونا قد عرى العالم الاقتصادي النيو لبرالي وكشف عن فقدانه للتضامن الإنساني وهذا حق وحقيقي أقول أيضا قد عرى كل النظم السياسية المتخلفة من آخر ورقة توتن تسترها ليس فقط كأنظمة سياسية فحسب بل حتى مقاومات تكوينها سواء كانت دينية أم اجتماعية واقعية وبعد عن نظرية المؤامرة أو كون الوباء فعل الطبيعة في دفاعها عن قانونها أجد أن الرابح الأخير سيكون الإنسان مستقبلا برغم فداحة الثمن الذي قدمه أو سيقدمه ويضيف الكاتب سيكون عالم الإنترنت الحالي شيئا كلاسيكيا عاجزا عن مسايرة متطلبات الواقع الجديد ليختفي هذا الشكل من التواصل لتحل محله منظومة أكثر قدرة وإنتاجية وتمثيلا لقوانين العالم الجديد أمام زخم متوقع سيكون هناك للإنسان مساحة أوسع من حرية العمل ومساحة أوسع للنظم وقد يقود هذا إلى تغييرات حاسمة في حياة البشر حتى في أكثر علاقات العمل معه يحل عالم الروبوت بدل القوة البشرية المتداخلة فيه يقول الكاتب محمد كريشان مجتمع دولي ومتواطئ لم يكن إلا حازما ولا واضحا لم يكن لا حازما ولا واضحا اكتفت الأمم المتحدة بميوعة مبعوثها الدوليين إلى هناك وفشلهم المتلاحق في تحقيق أي إنجاز فيما اكتفت الدول الكبرى وأساسا الولايات المتحدة بالتنبيه لخطورة الأوضاع الإنسانية في اليمن دون أن تكون نخى الإرادة لممارسة ضغط على الرياض وأبوظبي بوقف عملياتهما القاتلة هناك أو على الأقل منع مدهما بالسلاح الذي يقتلان به المدنيين الأبرياء في المدارس ومآتم العزاء التي تفتح بشأنها تحقيقات لا تنصف الحقيقة ولا الضحايا بالتأكيد لا يوجد حاليا شعب أتعس حظا وأسبوع حالا من اليمنيين فقد اجتمعت عليه كل المصائب في الوقت الأفساء كل واحدة منها كارثة حقيقية في حد ذاتها فما بالك إذا نزلت على رأسهم مرة واحدة لقد ابتلي اليمنيون الذين هم أصلا في حالة اقتصادية واجتماعية ومالية رثة للغاية بخمس مصائب كبرى ولحقت بهم السادسة قيادة عاجزة كسولة وخانعة استمرأت البقاء في فنادق الرياض وقصورها فباتت مشلولة الحركة مصادرة الإرادة لم تستطع أن تكون مقنعة لشعبها المغلوب على أمره فكيف تكون مقنعة لغيره اكتفت من العمل السياسي بصمت المغلوب على أمره مع بيانات بين فترة وأخرى كأنها إحدى منظمات المجتمع المدني حتى حين يفيض القهر على صدر إحدى المزراء فينطق بما يعانيه الوضع الحكومي من خلل يتم إبعاده بأوامر من بات رعاة هذه الحكومة التي لم تعد تملك من أمرها شيئا بعد أن بات قرارها مرهونا للرياض بشكل دائم ولأبو ظبي بشكل متقطع حثيون طائفيون أدخلوا البلاد في نفق مظلم نتيجة جهلهم ورعونتهم حتى بات زعيمهم يتوهم أنه رقم مهم ولا غنى عنه في معادلة البلد بل والمنطقة ككل ولهذا فهو يخرج علينا في كل مرة بخطاب منمق يحاول مجارات ذاك الذي في بيروت وكلاهما جزء أساسي من مصيبة بلاده ويضيف كريشان حتى مؤتمر المانحين لدعم اليمن الذي نظمته الأمم المتحدة وصدفته السعودية مؤخرا لم يستطع أن يجمع المبالغ التي كان يمني النفس بها حيث لم يتمكن سوى من جمع مليار و350 مليون دولار كمساعدات إنسانية أي أقل بمليار دولار من الرقم المأمول الغريب أن في هذا المؤتمر الذي شاركت فيه 130 حكومة وهيئة مساعدات لم تتبرع فيه الإمارات بدولار واحد رغم أن السعودية قدمت المساعدة الأكبر وهي 500 مليون دولار بعنوان لحظة التغيير الأمريكية يقول الكاتب شفيق ناظم الغبر قد بدأت خطط الإصلاح في عدد من الولايات وذلك في ظل الانتفاضة الراهنة فبعض الولايات خفف من ميزانيات البوليس وقام بتحويل أموالها لصناديق تعناب الأقليات ومناطق الملونين كما أن ولاية نيويورك بدأت بإصلاحات قانونية تجاه الأقليات والمناطق المحرومة وتجاه القوليس وحدود صلاحيته كما أن حاكم ولاية نيويورك يناقش أهمية بناء مساكن لذو الدخل المحدود بحيث يمكن شراؤها بأسعار معتدلة نتابع لم تتوقف الاحتجاجات في طول وعرض الولايات المتحدة منذ مقتله جورج فلويد على يد الشرطة فعلى مدى اسبوعين استمرت الانتفاضات التي فاضت بها الشوارع والمدن الأمريكية لقد خرجت الكبرى المظاهرات السبت والأحهد الماضيين ففي واشنطن العاصمة امتلأت المدينة بالمتظاهرين الذين وصلوا لمائتي ألف لقد تجاوز الحراك الأمريكي العلاقات بين الملون والأبيض نتيجة نمو سريع في زخم وقوة الحركة الشعبية التي نجحت حتى الآن في بناء تحالفات جوهرها العداء للعنصرية والمطالبة بإصلاحات سياسية وغضائية واقتصادية شاملة إن المشكلة الأمريكية الراهنة هي نتاج تناقضات هائلة فعلى سبيل المثال سنجد أن كبار أصحاب رؤوس الأموال الأمريكيين حققوا عبر أسواق البورصة الأمريكية أرباحا وصلت إلى 500 مليار دولار في شهور القليلة الماضية في فترة كورونا وقد تم ذلك في وقت فقد أكثر 140 مليون أمريكي وظائفهم إن اقتصاد ووستريت واقتصاد البورصة الأمريكية لم يعد عكاسا أمينا للواقع الاقتصادي تشغيلي الأمريكي لقد ارتكب ترامب أخطاء كبرى منذ مقتل جورج فلويد على يد الشرطة فدعوته للسيطرة على الشارع بالقوة واتهامه لحكام البلايات بالضعف أغضبت الكثيرين لكن قيامه بالسير نحو الكنيسة قرب البيت الأبيض بعد إبعاد المتظاهرين بالغاز المسيلي للدموع والهراوات أساء إليه أمام الأمريكيين ويضيف الغبر بعض المدن بدأت بإصلاحات لمؤسسة القضاء كما أن مدينة مينيا بوليس ألغت الكثير من عقودها مع بوليس مينيا بوليس فبموجب تلك العقود يؤمن البوليس الحماية لجامعات ومدارس وغيرها وقد تراجعت مكانة ترامب في الشهور القليلة الماضية في جميع الاستطلاعات وتراجعت أيضا فرصه الانتخابية بنفس الوقت لقد تقدم جو بايدن استراتيجيا في استطلاعات رأيه لكن تقدم بايدن سيتعزز إن اختار شخصية نسائية سوداء وإصلاحية قريبة من مناطق حراك الشارع كنعبة له في حملته الانتخابية يقول الكاتب صالح القلاب لقد كان هناك تفاهم غير مكتوب قبل حرب عام 73 وتسعمائة وألف وبعدها بينا إسرائيليين ونظام حافظ الأسد على ضبط الأوضاع الأمنية في هضبة الجولان حتى في المناطق الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي ولهذا فإن هذه الهضبة التي غادرها كل سكانها باستثناء سكان بعض القرى الدرزية بقيت صامتة صمت أغل القبور على مدى كل هذه السنوات الطويلة والمشكلة هنا هي أن كل هذا الصمت السوري قد شجع إسرائيل على ضم جولان كله على غرار ما فعله في القدس مؤخرا نتابع مع أن أول عملية فدائية فلسطينية قادها الرئيس الفلسطيني راحل ياسر عرفات أبو عمار في الفاتح مع عام 65 وتسعمائة وألف واستهدفت سد عيلبون بالقرب من مدينة طبرية وبحيرتها وأيضا بالقرب من مدينة الناصرة وقد جرى تسللا من خلال هضبة الجولان السورية المطلة على الشمال الفلسطيني فإن هذه العملية المبكرة كانت الأولى والأخيرة التي تمت عبر هذه الهضبة لأن القرار السوري قبل حرب عام 67 وتسعمائة وألف وبعدها كان منع أي عمل فدائي عبر هذه المنطقة بحجة عدم استدراج سوريا إلى حرب قبل أوانها حتى التنظيم الذي أنشأه حزب البعث الحاكم لمنافسة حركة فتح وهو طلائع حرب التحرير الشعبية قوات الصائقة لفض القيام بأي عملية عبر الجولان الذي احتله الإسرائيليون في هذه الحرب حيث كانت وحدات الجيش العربي السوري قد انسحبت منه انسحابا كيفيا أمام تقدم جيش العدو الصهيوني بحجة حماية دمشق التي كانت إسرائيل تستهدفها وتريد احتلالها كان عبد الحليم خدام محافظا للقنيطرة في تلك الفترة وكان حافظ الأسد قد أصبح هو ومن معه القوى المتلفذة في سوريا وكان حزب البعث قد أصبح عاجزان عجزا كاملا وكان غشكل قوة من الطلابة العرب ونشرها فوق صخور جبل قاسيون الغربية بتسليح بنادق تشيكية لم تطلق من أي منها إلا طلق واحدة أصابت أحد الضباط المتطوعين المقصود بهذه المقدمة المقتضبة هو أنها ضبط الجولان التي احتلها الإسرائيليون عام سبعة وستي وتسعمائة وعالف قد بقيت صامتة صمت أهل القبور وأن الحج السابق واللاحق هي الدفاع عن دمشق ويضيف الكاتب وما يهددون بفعله في الضفة الغربية وفي أغوار الأردن وحقيقة هذا قد يشجع دولة العدو الصهيوني وهو سيشجعها إذا بقيت الأمور تسير في الاتجاف الذي تسير فيه الآن سيشجعها على التمدد نحو الشرق الأوسط والوصول أو التمدد نحو الشرق والوصول إلى درعة وإلى السويداء المتخمتين للحدود الأردنية والقريبتين من الحدود العراقية شطبت الصين حراشف آكل النمل الحرشفي من لائحتها الرسمية للأدوية التقليدية وفق ما أوردته وسائل وعلام محلية الثلاثة بعد أيام من زيادة الحماية القانونية لهذا الحيوان المهدد بالانقراض وفدت صحيفة هيل تايمز أتابعة للدولة أن حراشف آكل النمل الحرشفي بقيت خارج لائحة الأدوية الصينية الرسمية لهذا العام إلى جانب مواد أخرى من بينها أدوية مصنوعة من براز الخفافيش ويعتقد بعض العلماء أن آكل النمل الحرشفية وهو أكثر الثديات التي تتم التجارة بها في العالم هو المضيف المحتمل لفيروس كورونا الجديد الذي ظهر في سوق في مدينة وهان الصينية العام الماضي وتباع حراشفه بأسعار مرتفعة في السوق السوداء إذ يتم استخدامها بشكل شائع في الطب الصيني التقليدي رغم أن العلماء يقولون أنه ليست لديها قيمة علاجية وقد منحت هيئة الغابات الصينية الجمعة آكل النمل الحرشفي أعلى مستوى من الحماية في البلاد بسبب وضعه المغدد بالانقراض وحضرت الصين في الأشهر الأخيرة بيع هذه الحيوانات البرية لأهداف غذائية مشيرة إلى خطر انتقال الأمراض إلى البشر إلا أن التجارة بها لا تزال قانونية لأفراض أخرى بما فيها البحوث والطب التقليدي ورحب الصندوق العالمي للطبيعة بخطوة الصين لرفع مستوى حماية هذه الحيوانات إلى الوجه الآخر لحرية التعبير نشاهد رسوم الكاريكاترية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر